السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بمعالجة الفرق بين العرض والطلب للعملة الصعبة وما يسهم باستقرار اسعاره وقال الشبكي ان اللجنة المالية البرلمانية حرست على اتخاذ جملة من الاجراءات وتضمينها في نص الموازنة بغية تقليل الاضرار والحد منها والتي نجمت عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مبينا ان من بين تلك الاجراءات هو زيادة تخصيصات مفردات البطاقة التموينية بغية انتظام توزيعها شهريا وما يؤثر على استقرار الاسعار بالسوق للسلع الاساسية مثل زيت الطعام والسكر والرز نتيجة لتوازن العرض مع الطلب اضافة الى زيادة تخصيصات وزارة العمل ومنح العاطلين عن العمل مع اضافة تخصيصات الفلاحين مبينا ان الكرة اليوم في ملعب الحكومة بغية اتخاذ الاجراءات الخاصة بها لحماية الاسعار بالسوق ومراقبة الاسواق وضمان تخصص السلطة التنبيذية والاسهزة الرقابية وضافة الشبكي ان الارتفاع بالاسعار لم يرتبط بالسلع المستوردة فقط بل حتى السلع المحلية ارتفعت اسعارها من دون وجود برنامج او جدوى اقتصادية لهذا الارتفاع مما لا يعطي اي مبرر او عذر لارتفاعها من قبل بعض التجار او سماسرة السوق مشددا على اهمية مضعفة الحكومة لاجراءاتها لمعالجة التضخم والارتفاع بالاسعار واشار الى انه ضمن مقترح شخصي وليس مقترح من اللجنة المالية فانني ارى ضرورة لصرف الحكومة نسبة 50% من راتب شهرين للموظفين في الوزارات غير السيادية حصرا بالدولار والنصف الاخر بالدينار العراقي وان يكون السعر مدعوم ما بين 1300 الى 1350 مما يسهم بشكل واضح على ضبط سعر الدولار في السوق من خلال معالجة قضية وجود طلب على الدولار لكن لا يوجد عرض لكن حينها سيكون الدولار متوفر لدى الموظفين وليس فقط لدى المصارف مما يقلل الطلب عليه والمضاربة في اسعار الدولار